اشتركوا في القناة من ازمة طرده من تونس قبل خمسة ايام وقال مصدر مطالع رفض الكشف عن هويته ان الامير رفض لقاء السفير التونسي في بريزا الذي طلب موعدا معه لشرح موقف بلاده واشار الى ان مبررات الامير لرفض هذا اللقاء كانت كالتالي طرد من تونس كان علنيا ولهذا فان توضيح السلطات التونسية يجب ان يكون علنيا ولا فائدة من تقديم شروحات واعتدارات سرية الى ذلك قال ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه ان تونس خرقت الاراف والديبلوماسية والاتفاقات الدولية التي تمنعها من طرد حامل جواز ديبلوماسي وافاد ان طرحيل الامير كان يجب ان يكون عن طريق سفارة بلاده ووزارة الخارجية المغربية وليس عبر رجال الامن التونسيين الذين رحلوا الامير الى بريز وليس الى الرباطة وبطريقة غير لائقة تماما شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان